ستة مليارات دينار نأو ما يزيد عن هذا المبلغ هي تكاليف سفر لأربعمائة وسبعة وثمانين موظفا موفدا يمثلون أربع عشرة لجنة من قبل هيئة الحج والعمر إلى السعودية بصحبة الحجاج لأداء فريضة الحج ولمدة خمسة وثلاثين يوما ومن ضمن الوفد رئيس الهيئة خالد العطية ودرجات خاصة وشملت النفقات الطيران والسكن والنقل الداخلي والطعام النائبة حنان الفتلاوي أفصحت عن هذه المعلومات للحرة هاتفيا ونشرت على صفحتها الخاصة الفيسبوك أيضا وقالت أن كتاب الهيئة الذي أكد فيه أن النفقات ليس من موازنة الدولة وإنما من التمويل الداتي هذا يعني وبوصفها أن الأموال تأخذ من الحجاج التكييف القانوني بحسب الخبراء يعد تجاوزا من الموظفين على صلاحيتهم أموال أي دائرة حكومية حتى ولو كانت ممويلة ذاتيا أموال حكومية أموال عامة سرقتها إطلافها تبديدها يعني سرقت وإطلاف وتبديد أموال حكومية مبالغ طائلة أضرب جنابك عدد الموظفين المفودين بالمبلغ المقرر لكل واحد منهم للفترة الزمنية المحددة بالإفاد وتخرج جنابك بنتائج بأرقام خيالية وكشفت مصادر خاصة للحرة عن سفر أكثر من مئة نائب لأداء فريضة الحج وأضافت المصادر أن خمسة ألاف مقعد التي أعطتها السعودية للعراق وزعت على أغلب الكتل السياسية منظمات مجتمع مدني قريبة من هذا الملف انتقد السفر النواب وما يترتب من تبعات مالية وأوضحت أن هذا الفراغ النيابي سيؤثر سلبا على سير تشريع القوانين نحن عندنا معلومات أكثر دقة أن هناك 117 نائب من مجلس النواب ذهبوا هذه السنة لأداء فريضة الحج مع العلم أن أغلب هؤلاء النواب ذهبوا لأكثر من مرة لأداء فريضة الحج وهذا شيء غريب والأغرب من هذا أنهم يذهبون على نفقة مجلس النواب هذه الأموال مخصصة المفروض لإدارة العملية السياسية فيما يخص تشريع القوانين والعمل على تشريع قوانين مهمة نحن بأزمة تشريعية الآن عندنا مشاكل كبيرة فيما يخص قانون الانتخابات وأثار ملفه تكرار سفر المسؤولين لأداء فريضة الحج سنويا حفيظة المواطنين أيضا هذه السنة ميج والسنة جاء ميتين أو ثلاثمية المن نرجع السبب؟ أول والأخير هو المواطن الذي راح الأدل صوته من يقوم على هيئة الحج؟ أحزاب متنفذة تأتي بفلان وفلان ونفى نواب للحرة الأرقام المتدولة بشأن سفر أكثر من مئة نائب لأداء فريضة الحج وقالوا أن جلسة مجلس النواب ليوم غد الثلاثة ستتضح فيها المعلومة بشكل أدق زياد نهاد الحرة بغداد ترجمة نانسي قنقر